اشتركوا في القناة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القب ترسل عزيز الحكيب هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي قلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لن يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار ذه مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن ذعنتم أنكم أولياء 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 إن لونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عظيم بالظالمين قل إن الموتى الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم هم تمدون إلى عالم الغيب والشهادة هم تمدون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملان يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجرة فاسعوا إلى ذكر الله والبيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابكروا الله كثيرا وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تصلحون وابتغوا من فضل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوية فاضلوا إليها وتعكمك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله الله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن زميل الله إنهم ساء مكانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقوا بها على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسلنا يحسبون كل صيحة عليهم هم 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 العدو يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحضرهم قاتلهم الله أمنا يعفقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو أرهم فهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَاءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْنَافِقِينَ لَا يَفْقَذِينَ يَطُونُونَ لَئِنْ وَيَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَرْضُ مِنْهَا الْأَذَلِ وَلِلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرْسُولِهِ وَلِيرُ الْمُنِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَرُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَرْلَاثُكُمْ عَلْدِكُرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَهُلَائِكَ هُمْ خَاسِينَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ فيقول ربّ لولا أَخَّرْتَنِي وَأَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤْفُرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ قَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَاللَّهُ الْعَظِيمُ